اشتركوا في القناة ويعتقد أن هذا الطيار نشأ من ثقم أسود هائل في مركز المجرة ويبدو أن المجالات المغناطيسية في الثقب الأسود الضخم تسمح بإطلاق صاعقة تمر خلال الغبار والغازات بين النجوم لمسافة تصل إلى أكثر من 150 ألف سنة ضوئية أكبر خزان مياه في الكون وجد علماء الفلك أكبر وأبعد خزان مياه في الكون يبعد 12 مليار سنة ضوئية يحتوي على 140 تريليون أضعاف كمية المياه في محيطات الأرض تقريبا وجد بالقرب من الثقب الأسود الضخم في وسط الكوازار والماء يظهر على شكل سحابة ضخمة من الغاز الأمر المذهل هو أن الثقب الأسود أكبر بعشرين مليار مرة من شمسنا ويقضف كميات ضخمة من الطاقة تعادل ما ينتجه ألف تريليون شمس وينتشر بخار الماء حول هذا الثقب الأسود غيمة هيميكو أكثر كائن ضخم وجد في الكون هذه الغيمة تعود إلى 800 مليون سنة بعد الانفجار الكبير كما أن هذه الغيمة أدهشت العلماء بسبب حجمها الكبير الذي يقارب حجم نصف مجرة درب التبانة وهي تبعد حوالي 12.9 مليار سنة ضوئية هيميكو تنتمي إلى ما يعرف باسم عصر عودة التأيين أو الفترة بين 200 مليون إلى مليار سنة بعد الانفجار كتلة هذه السحابة ما يقارب كتلة 40 مليار شمس كوكب الماس كونكري 55 يعتقد إلى حد كبير أنه كوكب من الماس الفكرة تتوقف على وفرة الكربون كلما كان الكربون متوفرا كلما ازدادت نسبة وجود الألماص درجة الحرارة في السطح عالية جدا وهو يدور بالقرب من نجمه ويقال إن ثلث كتلة الكوكب قد تكون من الماس النقي وأنه يبلغ ضعفي حجم الأرض وثمانية أضعافها من حيث الكتلة ويبعد 40 سنة ضوئية لا نملك المعلومات الكثيرة عن هذا الكوكب وكل الاعتقادات حوله لا تزال تخمينات كوكب الجليد الحارق غليز 436 بي هو بكل بساطة مكعبات من الثلج الحارقة والسبب الوحيد الذي يبقي الجليد متنا هو الكمية الهائلة من المياه على الكوكب والجاذبية التي تسحب كل تلك المياه إلى اللب وتحافظ على جزئياتها حتى لا يكون بإمكانها أن تتبخر رغم درجة الحرارة الحارقة وهو كوكب خارج المجموعة الشمسية حجمه كحجم نيبتون سحابة الفضاء بنكهة التوت ورائحة الروم على مدى السنوات القليلة الماضية كان العلماء يدرسون سحابة غبار بالقرب من مركز مجرتنا درب التبانة سحابة الغبار هذه تدعى ساجيتاريوس بي تو تفوح منها رائحة الروم وطعمها مثل التوت السبب هو أن سحابة الغاز هذه تتألف في معظمها من مادة كيميائية تدعى فورماثو الإثيل كوكب الجحيم قرر العلماء أن هذا الكوكب الجحيمي هو المرشح الأوفر حظا للاستعمار في المستقبل لكن لا ينصح بالاقتراب منه أبدا هذا الكوكب يدور حول نجم قزم أحمر أصغر من شمسنا بعدة مرات لمعانه أكثر من لمعان شمسنا بنسبة 1.3% فقط وهذا الكوكب أقرب بكثير من نجمه مقارنة بقربنا من الشمس ولهذا السبب هو عالق في حالة عدم المد والجزر وهذا يعني أن جانبا واحدا من الكوكب يكون مقابلا للنجم دائما والجانب الآخر يكون دائما بعيدا مثل علاقة الأرض مع القمر وبسبب المد والجزر نتجت بعض الأمور الغريبة حيث إنك إذا وقفت على الجانب الذي يطل على نجم الكوكب سوف تذوب على الفور من الحرارة في حين أنك إذا وقفت على الجانب الآخر ستتجمد على الفور ومع ذلك يوجد بين هذين النقيضين حزام صغير من الممكن أن يكون مناسبا للحياة من الناحية النظرية إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟ ترجمة نانسي قنقر